مناطق متاخمة للحدود الإيرانية في البصرة تقع تحت تأثير مدمر ألاوه والألغام والذي يؤثر على حياة المواطنين تعود هذه الألغام إلى ثلاث عقود خلت حيث الحرب الإيرانية العراقية والتي انتهت في عام 1988 إلا إنها نعتزال تهدد حياة ساكننا في هذه المنطقة حقيقة هذه الحروب بلد في التركة ثقيلة من حقول الألغام والمخلفات الحربية والقنابل العنقودية تنهاك جهود كبيرة بذلت من قبل برنامج شؤون الألغام العراقي من خلال الجهد الوطني مثل فرق وزارة الدفاع أو فرق وزارة الداخلية بلغت المساحة المنجزة لحد الآن أكثر من 741 كيلومت مربع مخاطر الألغام المتبقية في البصرة تهديد مستمر للسكان منذ الحرب الإيرانية العراقية والتي أخذت معها أعداد كبيرة من الأبرياء نصفهم فقدوا أطرافهم والآخرين قتلوا يعاني المدنيون في تلك المناطق من خطر فقدان أرواحهم يوميا حتيجة انفجارات الألغام حيث تؤدي إلى إصابات خطيرة تصل إلى الوفيات أحيانا يحدث هنا كرار عن صعوبة التكيف مع حياته بعدما انفجر لغم أرضي على ساقه أثناء عمله في إحدى شركات الحراسة أنا رحيت على حراستي حارس بلاليات على طريق الشلامتي رحيت من رحل طبق الدراجتي براق الشارع على طريق الشلامتي ما نزلت بعدني أول شبخة لي طاقني لهم طاقني بصارة دخانة وهاي عبالي ما حررت الصواب ما حسيت بشي بوعت الرجلي مقطوعة رفعت الدراجة وما رفعتها صعادتها من الصعادتها ما قدرت دي كندر الله حط رجلي هاي المبتورة بلقاء حطيتها بلقاء هي الصب دم ولا شديتها ولا شي حطيتها بلقاء ودقيتها ندر ومشيت بها كضيتها هي تشونا أنا مربيدي وتحتل هذه الألغام مساحات تقدر بألف ومائتي كيلومتر لم تطهر لغاية الآن في المناطق الحدودية مع إيران ويصعب على المواطنين التنقل بحرية بسبب خوفهم من الانفجار هي أكل الغام والحد الآن ما منظفه ولا محمية يعني ما يخلون حراس عليها مثل العالم من تجي تروح لو هاي قبل ينزل ما يدري ويطاق عليها لهم على الطريق الشلام سأنا ما نحشى على البعيدات على الطريق ذني التركيز على توفير الدعم اللازم للمدنيين المتضررين من تأثير الألغام بات أمرا ضروريا على الحكومة توفيره فضلا عن تكثيف الجهود لتطهير الأراضي بالكامل من خطر الألغام مصطفى الشمريات تغيير فضائية مدينة البصرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر